أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمليون وستمائة وخمسين ألف مواطن في ست محافظات بصعيد مصر وتشمل المينيا وأسيوت وسهاج وقنى والأقصر وأسوان وأكدت الوزارة أنه تم عقد مئتي ندوة تثقيفية ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفي إطار الاهتمام الذي تليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر وضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد